بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم وإنك لعلى خلق عظيم الأخلاق الحسنة نعمة من الله تبارك وتعالى ومنه منه تجل في علاه وأرسل لنا رسوله صلى الله عليه وسلم لكي يعلمنا هذه الأخلاق ويتمم ويصلح ما فسد منها يقول عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق لأتمم صالح الأخلاق فكانت بعثته رحمة للناس أجمعين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هكذا قال الله تبارك وتعالى فالمسلم يكون على وصف حسن وخلق كريم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ومن أعظم الأوصاف ومن أعظم الأخلاق التي ينبغي للمسلم أن يكون عليها ومتصفا بها خلق الإنصاف ووصف الإنصاف أن تنصف الآخرين بأن تعطي غيرك مثل الذي تحب أن تأخذ لو كنت مكانه أن تنزل نفسك منزلة الآخرين فتنظر بما يعاملك الناس بماذا تحب أن يعاملك الناس فتذهب وتعامل الناس بما تحب أن يعاملك به الناس هذا من أعظم الأوصاف والأخلاق التي أمرنا الله تبارك وتعالى بها بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فلذلك المسلم يكون على هذا الخلق ينصف الآخرين يحطيهم حقوقهم حتى يكون إيمانه كاملا عند الله تبارك وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض ثم قال وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخضله التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا يشير إلى قلبه عليه الصلاة والسلام ثم قال عليه الصلاة والسلام بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه فلا بد أن تكون منصفا لا تحسد الآخرين لأنك لا تحب أن يحسدك الناس لا تناجش الآخرين لا تباغضهم لا تتدابر معهم لماذا؟ لأنك لا تحب أن يفعل الناس معك هذه الأخلاق تنصر أخاك المسلم لا تخضل أخاك المسلم لماذا؟ لأنك تحب أن ينصرك الناس وتكره أن يخضلك الناس فمن إنصافك ومن خلقك الحسن أنك تعامل الناس بما تحب أن يعاملك به الناس أن تأتي إلى الناس ما تحب أن يأتي الناس به إليك أن تبتعد عن أعراضهم تبتعد عن دمائهم تبتعد عن أموالهم كما تحب أن تبتعد أن يبتعد الناس عن مالك وعرضك وشؤونك هذا من أعظم الأخلاق التي يجب أن يتخلق بها المسلم أن يكون منصفاً أن يكون على خلق حسن عند الله تبارك وتعالى هذا جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإتاء الزكاة والنصح لكل مسلم فمن إنصافك لإخوانك المسلمين أن تنصح لهم أن تبين لهم ما ينفعهم أن تبين لهم ما يضرهم حتى يلتزموا بما ينفعهم ويجتنبوا ما يضرهم هذا من إنصافك لماذا؟ لأنك تحب من الناس أن يكونوا معك على هذه الصفة وعلى هذا الخلق أن ينصحوك إذا احتجت إلى نصيحة أن يبين لك الخطأ إن وقعت في خطأ أو زلل هكذا يكون خلق المسلم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط هكذا أمر الله تبارك وتعالى أن يكون الإنسان منصفاً مقسطاً عنده تبارك وتعالى فلنتمسك بهذا الخلق الكريم وهذا الوصف الجميل الذي أمرنا الله تبارك وتعالى به هو الصادق هو الأمين بأمته رؤوف رحيم هو النعمة المهداة والرحمة المسداة متربع على عرش الأخلاق وإنك لعلى خلق عظيم من أعظم الأخلاق التي ينبغي للمسلم أن يتمسك بها خلق الإنصاف والعدل وأن يحب أن يعامله الناس كما يعني أن يعامل الناس كما يحب أن يعاملوه يعني يبادل الناس في المعاملة الحسنة والخلق الحسن الله عز وجل يقول يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله الله عز وجل يخبرنا في هذه الآية أن نكون منصفين أن نكون مقسطين أن نكون عادلين في تعاملاتنا ومن ذلك أننا نتعامل بالعدل والإنصاف والإقصاد حتى مع من يعادين ومن نبغضهم حينما تحب إنسانا تعامله بالعدل والإنصاف والفضل والكرم والخلق الحسن وحينما تبغضه أيضا تعامله بالعدل والإنصاف ولا تبخس الناس أشياءهم هكذا يريد الله تبارك وتعالى منا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ لا يحملك أن تبغض الناس أن تعاملهم بالمعاملة السيئة هذا ليس من وصف المؤمن وليس من أخلاق المسلم بل إن الله عز وجل أمرنا أن نعدل وهذا هو أقرب للتقوى وهو من التقوى أن نكون مقصطين عادلين في تعاملاتنا وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربة يعني ولو كان الحق على ذوي القربة فإنك تقول الكلام العدل وتشهد بالشهادة الحق والصدق وَلَا تُحَابِ أَحَدًا يتعامل بالقسط ويتعامل بالخلق الحسن حتى مع أعداء الله تبارك وتعالى الله عز وجل يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم ما ينهاك الله عز وجل عن هذا بل يأمرك به أن تقسط إلى الآخرين حتى ولو كانوا كافرين طالما أنهم لم يخرجوا المسلمين من ديارهم طالما أنهم لم يضروا الإسلام والمسلمين طالما أنهم يعني ليسوا حربيين يعني نتعامل معهم بالخلق الحسن وهذا مما يؤلف قلوبهم ويجعلهم يدخلون في دين الله تبارك وتعالى إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون فالمسلم يكون منصفا حتى مع أعدائه إلا إن كانوا كافرين فإنه يقاتلهم يقاتلهم جهادا في سبيل الله تبارك وتعالى ولكن طرما أنهم ليسوا بمقاتلين ولا محاربين ولا مضارين للإسلام والمسلمين فإنه يعدل معهم ويقسط معهم ويتعامل معهم بالخلق الحسن أبو ذر الغفاري رضي الله عنه ورضاه رآه المعرور بن سويد يوما لابسا حلة وغلامه يلبس نفس الحلة التي يلبسها يعني ملبس العبد المملوك عنده نفس اللباس الذي هو يلبسه فسأله عن ذلك يعني شلون تفعل هذا أنك تساويه فيك يعني تعامل بهذه المعاملة وهذا الخلق وهذا العدل فقال إني سببت رجلا فشكاني لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه قلت نعم قال إنك امرؤ فيك جاهلية إن إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتهم فأعينوهم فيكون المسلم دائما على هذا الوصف يكون مؤنصفا مقسطا عادلا رحيما يتعامل بالخلق الحسن كما أمرنا الله وكما أمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم